ادي الافك ادي عشان تبقى عارف وسمي شدة الكذب الذي ليس بعده كذب سمي بايه بسمي بالافك اذا الافك هنا هو معنى من المعاني الخطيرة التي رفض القرآن الكريم التعامل معها بلطف او بهوادة لا 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 يعني المسألة فالا انه من دمن اللي اشتركوا في ترويج هذه القصة السخيفة واحد قريب قريب لامنا عائشة رضي الله عنه ارضاه اسمه ايه اسمه مصطح ابن اثاثة طبعا تاب الله عليه او خاد الحد بتاعه فنقدر رضي الله عنه ما نقدرش نتجاوز الاسلام علمنا كده نجدعه عندنا القرآن وعندنا ثوابت ما لابد من الانصاف فالمهم مصطح كان فقير وكان بياخد مال معتاده من ابي بكر رضي الله عنه ارضاه يعني ابو بكر الصديق كان بيعطيه راتب كان بيعطيه نفحة كان بيعطيه مساعدة مالية ومصطح مع ذلك ما صنش العش والملح زي ما بيقولوا واتكلم على ام المؤمنين عائشة يعني خد بالك مصطح اتكلم على ام المؤمنين اللي هي تبقى امه يبقى مصطح اتكلم على امه ادي واحد اتنين مصطح اتكلم على عرض النبي دي مرات النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مصطح تجاوز من ضمن اللي تجاوزه على عرض النبي ثلاثة مصطح اتكلم على بنت الراجل اللي بيدله مرتب وبيساعده شوف البني ادم شوف البني ادم لما لما لا حلقات الا بالله عشان بس عشان اهل الفضل ما يتضايقوش يعني فستصور حضرتك ده ايه تركبته ده يعني ليه عمل كده بس ما علينا الاية دي بقى نزلت ها ل لجبر خاطر مصطح ده شوف انت مداء منه انا عارف انك مداء وعارف انك زعلات لكن الان نزلت للتبطبة على مصطح ابن اساس لانه المبادئ المبادئ اهم من الحقوق ركز بقى معاها عشان فيه شغلة عالية او دلوقتي عيحصل يعني المبادئ اهم من الحقوق يعني ايه المبادئ اهم من الحقوق من حق ابو بكر انه يزعل واحد اتكلم على بنتك وخطف عرضها يعني انت لو قابلته حتقتم رقابته لا يا سيدي مش حقتم رقابته بس على الال لما حدينه حسنة او نفحن مش حدهاله حدها الحد تاني اظنني ده ابسط 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 حقوق ابو بكر رضي الله عن المقرده ابسط ابسط حقوق ابو بكر ده بقى رفضه القرآن قال له لا حتى العطاء انا بس عاوز اوريك ادي ايه العطاء النافحة اللي انت بتديها للغلبان او اللي انت عودته على العطاء لا يجوز انت اقطعها عنه مهما كانت اساقته اليك مش تقول اصلا كاش تارفو ايش اصلا اصلا ما قال ليس صباح الخير وعم عدي اصلا شافني قاعد وما سلمش علي اصلا فهم اصلا ما قال ليش حمد الله على السلام ما رجعت من الحج ما قال ليش حج مبرور اصلا ما بيبعط ليش الرسالة بتاعت جمعة مباركة اللي بجي لي كل يوم جمعة الصبح وده حاجة حدث زي ما بيبعط ليش الرسالة جمعة مباركة ده بقيت نسك الله العظيم الناس عملوها نسك خلاص لازم جمعة مباركة حاجة ان ما علينا فاحنا بنقطع العطاء لادفه سبب لا انا عاوز اقولك بقى ابو بكر كان بيدي مصطح ده عطاء وقطعوا لسبب مش وجيه ده وجيه جدا ده لا اختلف عليه اثنان اشتركوا في القناة